أشرف برحب بحضرتك وبشكرك على استضافة هنا في ريجل هايتس أهلا بك إحنا اللي بنرحب بحضرتك في ريجل هايتس ومدينة العالمين الجديدة شميعنا اخترتوا مدينة العالمين الجديدة؟ زي ما حضرتك شايفة المدينة العالمين طبعا مدينة جديدة فيها كل سبل الإعاشة وحسب توجيهات الدولة المفروض أن في خلال سنتين تلاتة إن شاء الله حنقدر نوصل بيها إنها تبقى تغير مفهوم الساحل من إن إحنا شهر ولا شهرين في السنة إلى إن إحنا إن شاء الله نشتغل 12 شهر في السنة فطبعا غير الموقع الاستراتيجي اللي حضرتك شايفها طبعا هي الصورة أبلغ من ألف كلمة بس تحديدا الموقع موقع الفندق في أحلى حتة في الساحل الشمالي لو يعني ما بقاش ببالغ لو بقول كده يعني هو فعلا أحسن حتة في الساحل الشمالي وفي أوله موقع فريد وزي ما حطيتك شايفها الديزاين بتاع الإبراج حاجة جميلة وهي الحقيقة مش يعني ما إحناش بنتكلم على فندق بس إحنا بنتكلم على منظومة متكاملة سياحية متكاملة أوتيل ومول وكافهات ومرينا يخوت وعليها مامشا سياحي يعني مجمع متكامل الحقيقة حضرية كنت تكلمت عن نقطة مهمة جدا متعلقة أنه المفروض مدينة العالمين مدينة شغالة طول السنة وبالفعل أعتقد أن ده ممكن يكون بدأ بشكل أو بآخر بعد ما الجامعة بدأت بالفعل العالمين الدولية فيها أكتر من 1400 طالب فالحياة هتبتدي يعني تدب فيها طوال العام وليست فقط فصل الصيف ده مهم في الوضع السياحي الحالي لمدينة العالمين أكيد طبعا يا فندم لأن هو اللي بيحصل شهرين ثلاثة في السنة والناس بتقفل لي لأن خلاص ما بيبقاش في حياة في الساحل فالناس بتقفل أشغالها وما بقاش في حياة إنما النهاردة لما يبقى في عندي جامعة شغالة لما يبقى في عندي مستشفيات طلعة لما يبقى في عندي مدارس لما يبقى في عندي كمدينة مدينة صناعية مدينة الفنون يعني في حاجات كتيرة طلعة تخلي الناس تيجي وتسكن وتعيش ده غير طبعا البنايات اللي طلعة جديدة فيها حاجات طبعا للناس دي وبالتالي نقدر نعمل حياة متكاملة هنا بس أكيد حتى أخذ لها شوية وقت يعني الجو أخبروا إيه في العالمين في فصل الشتاء والله جميل جدا يعني إسكندريا أو الساحل بعيد عن النوات الجوي جنن بس هي النوات معروفة بموعدها بالزبت كده يعني سكاتجول لها جدوى المحددة بالزبت كده بعيد عن النوات الجو جميل والشمس بتبقى طلعة والهوى نقي وحاجة جميلة أنا شخصيا مشتري هنا قريب في العالمين الجديدة وإن شاء الله ناوي أجي عيش هنا على طول إيه اللي بيميز ريجل هايتس؟ يعني إحنا شايفين التراز مودرن، تراز حديث يمكن وده بيميز مدينة العالمين بشكل أو بآخر فكرة السكاي سكريبرز أو الأبراج الطائلة إيه اللي بيميز ريجل هايتس؟ المساحة تقريبا قد إيه؟ زي ما حديثك شايفة المساحة كبيرة إحنا إيه اللي بيميز ريجل هايتس عبارة عن ست أبراج إيه تلت أبراج منهم غرف فندقية وأجنحها فاخرة جدا حديثك حتتفرج عليها وتشوفيها إيه بطاقة سبعمية اتنين وتلاتين غرفة وجناح إيه والتلت أبراج التانيين دول شوق فندقية وحيبقى لهم الخدمات بتاعت هاوس كيبينج وروم سيرفس وطبعا يقدروا يستعنطعوا بالبيتش وكده بطاقة ربعمية وستين شقة غرفة وريسيبشن لتلات غرف وريسيبشن معانا جنبنا المول زي ما حيك شايفة المول طبعا في الكافيهات بتاعته في مطاعم في دور سينيما في جراش بيشيل حوالي تلات تلافة عربية المرسر يخوت قصدنا فأكيد بفيش حاجة في السحر أنا بعتبر المكان دوت أحسن مكان مش عايز أقول في المدينة العلمين الجديدة في السحر الشمالي بالكامل وأكبر عدد غرف فندقية في كم عامل تقريبا في ريجل هانس حاليا في الفتتاح تجريبي بالنسبة لبرجين عندنا حوالي ربعمية معظف وطبعا لما هنفتح البرج الثالث إن شاء الله في خلال شهر أو شهرين بكتير حيوصل للعادة لحوالي خوصوبيت ستونين كونس أنا شايف أنه نسبة الإشغال قوي جداً إحنا لسه في فتتاح تجريبي إحنا في فتتاح تجريبي لسه فتحناش رسمي تقريباً لنسبة للإشغال قدية يعني جميع حوالي على الربعمية وخمسين قوضة بتاعة البرجين حوالي تلاتين في المائة خمسة تلاتين في المائة